اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي ويلتجئ إلى حولك وقوتك ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلات تصحيح الانتحانات الوطنية لمادة علوم حياة الأرض بالنسبة للمستوى ذي التانية باكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسي ولمسلك دولي يدعون باكالوريا والصلاة والسكسينة والبيوف نحن تباق باقي المتحان الوطني لسنة 2022 الدورة العادية ومتحان التمرين الذي يدعون اليوم ويعمل يوتر غير التلاميذ الماضي للسيونس الفيزيك بما التلاميذ المعترون من اسفتر لا يستفيدوا من التمرين اليوم وربما crود الحرارات على اليوم في نهاية المثال التاليطرة ومتراجع على خلال الطريق المؤولية من التالويات المثال التاليطرة نبدأ على ما رأك DILAH باللهنا لنبدأ القراءة للهد لنصير للعضن الفمية السي téléphoneي ريزيكولتر intensive assure une production importante du riz mais elle constitue une source de méthane un gaz à effet de serre نحن نسيدي ادنا واحد تقنية للزراعة اللي كان سميوها زراعة المكثفة للاروز système de résiculture intensive le riz هو الرز رزيكولتر intensive lih zeraعة المكثفة ليh l'aroz قالوا هات تقنية زراعة المكثفة ليh l'aroz كان تعطينا ولكن تمكننا من انتاج واحد كميات كبيرة دي l'aroz ولكن ف هاد الانتاج ولا عفون هات الزراعة دي l'aroz بشكل مكثف يؤدي الي الاصدار دي الوحد الغاز اللي كي يسمى غاز الميطان وهاد غاز الميطان بالاسباب لنبي الغازات اللي تسبب ظاهرة الحتباس الحراري افتة دسارة يهو احتباس الحراري انغاز افتة دسارة يعني ووحد الغاز لمسؤول على ظاهرة الحتباس الحراري من بعد غاننا pour comprendre l'impact de cette technique sur l'environnement et proposer des mesures visant à réduire son effet négatif on propose les données suivantes غاننا من الاجل الفاب تأتير ديال هات تقنية ديال زرع المكثفة ديالروز على البيئة شنو قديمنا هاد الزرع المكثفة شنو تأتير ديالا ديال على البيئة قنقترحو المجموع من القياسات اللي كي مكنو من اننا نقللو هاد تأتير سيلبي ديال هاد الزرع هاد وقنقترحول لكم معطيات تالية دوني اون معطاء الاول دون بلزير رجيان ديال ماند لرزيكولتور تتخطر ديال سيبر ديال مغيكاج ان غيزيار غنون لسي دي فبزاف ديال ماناتق من العالم هادوك لرزيكولتور يعني الموزارعون والفلح اللي كي زرعو روز شنو كي ديرو كي يحولو واحد المستنقعات دي مغيكاج تيحولو هم لبلايس فين كي زرعو روز مفاو لكي حولو واحد المستنقع اللي كي كنفين ما تيحولو تي ديرو تي غرسي تمار تي غرسي تمار روز وادوك المستنقعات سيطاني كي لبلايس لسي ديال مغيكاج اشتري وانه مغيكاج اشتري 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 وانه هادوك اللي خلال الميساح ديال المستنقعات نخافض بوحد شكل كبير بين سنت الفوتمان وانه الفين اشتري اشتري 2000. La figure B montre la contribution relative de différentes sources à la production mondiale de CH4 dans l'atmosphère en 1986 et la figure C montre la contribution relative des gaz à effet de serre au réchauffement de l'atmosphère. On a douce de l'atmosphère dans l'atmosphère et l'atmosphère qui fait la Blanche. On a чи marre. كتمثلينا المساهمة دي المختلف مصادر الميطان في الانتاج العالمي لهذا الغاز في الغلاف الجوي خلال سنة الف وتسعمية وستة وثمانية بمعنى انه مشكلة من الحوائج اللي كي ينتجو لي هاد غاز دي الميطان والشكل سي كتمثلي نسبة دي المساهمات الغازات الدفينة في ظاهرة الاحتباس الحراري بمعنى نوش كنونو ما هاد غازات اللي كيتسببو لي داهرة ديال الاحتباس الحراري ونسبة ديال كل غاز نعطون السؤال الاول ونيكسبلواتتن لفغور A دي دوكيومن 1 دايكريفه لا فارياتي ديال كنتتي ديال متان ديالتماسفر دونك بلسغلالي كالمطايات ديال شكل A فغور A ديالواتيقه واحد وصف لينا التغيير ديال كمية ديالتماسفر في الثميطان في الاتماسفر بالنسبة للمنحنه التي اعتمدنا بطبيعة الحال هذا الغراف يمتعون على كمية الميتان الحال في الانتجاه الميتان الحال في المنحنه يتم تغيير كمية الغاز الميتان الحال في دلالة السنوات في المنحنه يتعلم أن تتكلم في الدرس في الفيديوات و الفرص و في التمالات الوطنية السابقة نقسم المنحنه نقسم المنحنه الجوج نقسم المنحنه من هذه المنحنه من هذه المنحنه من هذه المنحنه تابت تقريبا بين سنة 1600 و سنة 1850 هذا الغراف كان ستابل بالتالي كمية الغاز الميتان كانت تابتة في هذه المنحن القيمة تقريبا 650 كمية الغاز الميتان كانت تابتة المنحن المنحن تقريبا 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 بعد 1850 قبل سنة 1850 أولا بين 1600 و 1850 كانت تابتة كانت تابتة Donc la quantité de CH4 est stable dans une valeur de 650 unités arbitraires. Après 1850, entre 1850 et 2000, la quantité de CH4 augmente progressivement. La quantité de CH4 est stable à 650 unités arbitraires entre 1800 et 2000. La quantité de CH4 a suivi une augmentation progressive et passe de 650 à 1600 unités arbitraires. Mais enfin, c'est ce que je veux dire. En exploitant la donnée 1 et les figures A, B et C du document 1, montrer la relation entre la résiculture et le réchauffement climatique. Alante, c'est quoi ? Et le lien avec un lien entre 1 et 1 et 2 et 1, c'est ce que nous pouvons éparcer la relation avec la charlotte et le héritage des émodernes. Et le héritage des étoniques commerciales, les étoniques commerciales et les évaluations initiales. À l'alors, la quantité de CH4 est liée à la relation entre 2 et 2 et 4 et 3 et 6. المعطاقتنا في المعطاقتنا في مرضى من خلال المعطاقتنا في شعر يمكنك تسيبوهم بواحد البلايس الذي يزرع فيهم هذا الروس. لذلك هذه المستقعات يتحييضون وتنزرع بلاستهم للأرز. لذلك ما نرى؟ أنه يزادت عن المساحات المزرعة بالأرز. لذلك هذه المنوعات لا نستنتج. أقل لك. يزديد المساحات الزرعة للأرز مقارنة مع هذا المنحنة. المنحنة التي سرحناها قويلة بطبيعة الحال استنتجنا منه أنه انطلاقا من سنة 1850. كيف ترى؟ لدي الارتفاع في الكمية الغاز الميطان. استنتجناها قويلة من هذه المنحنة. بعد ذلك الغاز الميطان. الزراعات الزراعات تساهم بالنسبة 31% في الإنتاج من هذا الغاز الميتان تتحكم في حالات المصانف الكيمية التي تنتجها تزيد من الاختباس الحراري الممكن أن تصدر قواتات الخيارات الزراعة و العديد تزيد من هذا المثل يقدمتنا في حالات الزراعات الزراعات عراقية بالنسبة لغازات الديوكسيد الكربون نسبة الى 49% اضراء غاز 13% اوكسيد ازوت 5% السيف سي 14% والميتان 18% الميتان يدخل في ضعر الحراري نسبة الى 18% اسمع الى ان تقوم بكتبو سيبت لها ماذا نستطيع نستيج تجد المثال أنه يزديد أولا في المحاصيل الزراعية أو في المناطق المزروعة للأرز يتزاد لها الغيزيكولتور يتزاد لها المساحات المزروعة للأرز يتزاد لها المزروعة للأرز يتزاد لها معها يتزاد لها الكمية من الميتان المطروح يتزاد لها المناطق المزروعة للأرز يتزاد لها في الضائرة الاحتباس الحراري تزاد لها المحاصيل الزراعية ويتزاد لها الغيزيكولتور العبارات المعافلية وهذا الميتان يتزاد لها المقدار وضع تزاد لها المناطق المزروعة بالفعل أما أنه يتزاد لها المشروعة تشاهدون من أحضن الصدقات من العاما في الأنفاية وعاما في الأنفاية سوف أعرف الأرتفاع في الأنفاية يتقوم بصدقات المزارع السابق فأنتم من الإنساء بعض الأنفاية المزارع بالأروز قد دخل إياه طرح ديال غاز الميتان بنسبة ديال واحد تلاشين في مئة و هاد الملحانة السيي قلنا الميتان إيه تنغاز زائفة ديال سر كي قانت خيبه و غيشوفه المنكليماتيك و ممبر بوضع ديال حتيباس الحراري بوحد نسبة ديال تمنتاش في المئة و الفيجور الملحانة راديجا قلنا قويلة بخي لاني ميل ویسان بع مثلا من أحسن صغيرًا هذا استمرار التجاع في هذه الأجهزة سماع على نسبة أغدام، فولة سنة يومي يباني في حل الثامنه المترجم للوقت اللي كنزرع فيها هاد الاروز هذا كيفاش يتشكلي هادك غاز الميطان بواسطة البكتيريات اللي كيكون عندي تماما والشكل باي عطونا كما قلنا المساحة دي المزارع دي الاروز وكذلك الكمية دي الاروز المنتجة في سيفجوش دي السنوات سنة 1950 و سنة 1986 على المستوى العالمي لشال مانديال اللي بوم النفس سؤال التالت ان vous basant sur la figure A du document 2 اكسpliquez la formation du میطان dans les rizier بلا شما ديك على الشكل A غير الشكل اللي واللي في le processus مراحل للتشكول دي الغاز الميطان هاتفسر لنا كيفا يتم تشكول دي هاد الغاز الميطان على مستوى هاد المزارع دي الاروز اللي كما تشوفو نايف هاد الصورة هادي فكيفاش كي كي تم طرح لبخوديكشن دي هاد غاز دي الالميطان ها وسي اشكات فهاد المناطق اللي كيكون فيهم الزرع دي الاروز اللي غي اللي بطبيعة الحال احنا دايج غنكون وشفنا سوان في تلفازة ولا نكونوا عارفين باللي زرع دي الاروز بطبيعة الحال ملا حس دروري تكون عندي قوش دي الامات اللي كتكون مغطي إلي دوج الجدور دي الالเพmostر و Vaderو ما فيه هاد الاروز ملا دروري كي acabarended Key目 ممكن تشوفو ب manageable بطبيعة الحال هاد الماء هذا هذا الماء هدا خيكون فوق من què هدا belts الخデوج من الصدPDOR دي الارواز كل جو دور نبات ان الاروز كي حصل عندي لتوح فهذه البلاسة اللي كتكون لتحت وطبيعة الحال شنو كيترى كيترى انهم ما كيقدرش يدخل لها توني الاكسيجين لك الاكسيجين ما كيقدرش يدخل اختارق الماء وبالتالي ما كيقدرش يوصل لهذه الجذور اللي عندي هنا طبيعة الحال الداخل ديال التربة فعندي جموعة ديال البكتيري بزاف ديال البكتيري بينهم واحد نوعية ديال البكتيري اللي كنسميهم البكتيري ميتانوجين بمعنى انهم بكتيريات اللي كيدرولية لها لابتال ديال البكتيري ميتانوتريكس هيا اسبي اتون بكتيري انايغوبي ميتانوجين دونك هاد الواسط هاد اللي عندي نيل تحش ديال التربة وش كيوصلو الهواء ما كيوصلوش الهواء اذا هو واحد الواسط لاهوائي دونك هاد الواسط هاد اللي عندي اشنو كيوصلو لها كيوصلو لها أنهم كيستهلكو هاد المواد العضوية اللي كتكون عندي داخل ديال التربة ولكن اسنو عيدي للسيلاك واش غدي تكون عندي للا غيسبغاسيون تنفس وانا غا تكون عنديش داهرة واحدة اخرى. طبعا الحال بمأنني ما عنديش تونية الاكسجين هنا. تونية الاكسجين او ما كيقدر سيدخل. فالداهرة اللي غا تكون عندي هي الفرمنتاشون الضهرة دي التخمر. وبالتالي غا تكون ديغراداشون انايروبي ديالي كومبوزي اوغانيك. طبعا الحال بواسطة دي هاد البكتاريه ميتانوجين. وكتم لابروديكشن دي هاد غاز الميتان لي يجب على عدوه طبعا الحال بالميكانيزم ديالي فرميستني الميتان. لان اقلقم كتبو عدوه الميتان دي ري ومات طبعا الحال اوك يكون عندي واحد ديالما طبعا الحال ديال كتشز يقع حالي بلحبها يغلينا اوهد الويسط في الهواء التحتنا طبعا الحال أو تلدي إيقالتهم للإعادة الأنغار في تحالل وشكراً لفرماناتية بحالة ليرمنة التأثيرات من المثالة أو تلدي إيقالتهم ليرجون المثالة بسؤال الحديد تريض إلى النقوم الثاني تحالي بي في مان الفرزنين في 1950 و 1986 السؤال 6 إيقس بيكي لقمتريبوسيون دي ريزير دان الإفوليشون دا لالا quantيته دي صاج 4 أبسروي أبري ميناف سانسان سيقانت دان دقومنت 1. موكي لارددتو البال عدنا هات السؤال في سؤالين سؤال لغان نحسبو الكيميه دي الميطان اللي كيتم طرح ديالا فهد المزارع ديال الأروز بسنة الف وتسامية وخمسين وف سنة الف وتسامية وثوثوثماني هذا الشق الأول لسؤال وعدناها وجدتين الشقين دي سؤالوا ونفسروا لهم كيف يساهم هذا المزارع ديال الأرز في التطور ديال الكمية ديال الغاز الميتان المطروحة بعد سنة 1950 نبدأوا بالشق الأول اللي هو ديال الحساب الكالكين نحسبو الكيمية ديال الغاز الميتان اللي يطرح لنا هدى المزارع ديال الأرز في سنة 1950 و في سنة 1989. أعطونا الجدول بطبيعة الحالة في المعطيات التي سنحتاجها. أعطونا في الكولون الأولى في 1950 و في سنة 1980. أعطونا في المساحة الأرز بالهكتار. في سنة 1950 كانت قريبا في العالم مئتين ألف هكتار. في سنة 1980 كانت جوج مليون هكتار من المزارع المزروعة بالهكتار. و كذلك في سنة 1950 كانت لديه الكمية الروز الذي كانت من إنتاجها في سنة 1950 و في سنة 1980 كانت لديه ثمانية مليون تن في السنة. او تانو حد رمارك صغيرات المال تحتيري غنحتاجوه غنونا 1 هكتار دي ريزير ليبار او موين 0.6 تون دي ميتان بار او كل هكتار دي المزارع دي الاروز يطرح في المتوسط 0.6 تون دي الغاز الميتان في السنة وكتو سمبلو محنوش اشنو ملي غنحتاجو نحتاجو العادة دي الهكتارات في سنة 1950 ومعادة دي الهكتارات الدية المزارع دي الاروز اسنة 1980 ما كان عندي بانه كتار؟ كان عندي ميتين الف الطالب انتضربها في سنة فاسرية الستة ليهه الكمية دي الغاز اللي يطرح كلها هكتار ما فهم ميتين الف نطالبها في سنة فاسرية الستة قد عطيني مية وعشرين الف طون في السنة بطبيعة الحال دي اللو كلها في سنة 1950 كانت عندي الكمية دي الغاز دي الميتان هي 120 ألف طن في السنة في سنة 1980 كانت لدي المساحة كانت لدي جوج مليون هكتار كانت لدي جوج مليون هكتار سوف نضربها في 0.6 سوف أعطيني مليون ومائتين ألف طن في السنة من الغاز الميطار هذا بالنسبة للشيق الأول وهو الحساب وبالتالي في الشيق الثاني للسؤال كان لدينا تفسير تفسير المساهمة ومع المنزل في التنفيذ إلى المنزل ومع المنزل المنزل ومع المنزل في التطور ومع المنزل بعد سنة 1950 على السنة 1950 بعد سنة 1950 في حال تستخدم المنزل سيكون المزروعة بعض المزروعة الاجيزيار كان يتضاد من 200 ألف الان تصل إلى جوج المليون في الهكتار تضاد المساحه هناك أفضل الحفوات كثير من الأجيزيار بعض المزروعة لأมาس المزروعة ونزاد أيضا من أنه يتضاد Organization حيثين مساحه سيكون لديك حفوات الأرز فرعان كيف تزاد المساحة للأرز؟ كما رأينا قبل تزاد الميطان والطرح من الغاز الميتان بسبب الضائرة التخمر لديه كمية كبيرة من الغاز الميتان بواسطة الضائرة التخمر هذا الحساب الميتان لديه من ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ تن حتى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تن تزادت قريباً في ١٠٠٠٠٠٠٠٠ وعندما تضربتها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الكمية غاز الميتان التي تضربت لها ١٠٠٠٠٠٠٠ بالتالي ولا تعندي كميات كبيرة دير غاز الميتان على مستوى دي لها على مطابعة حال. وبالتالي احنا عارفين بلي غاز دير الميتان شنو كيدير غاز دير الميتان كي ساهم في ضائرة دي الاحتباس الحراري. وبالتالي إلا تزاد عندي هاد غاز الميتان كتزاد عندي الكميات دي ولا كتزاد عندي كتاكسان تيكي مقناة ضائرة ديال لغشوف من ضائرة درسجة وضع الأفضل الميتان خاصة لإفضل الميتان من الثمان الموجودة لإدنانيا وليوات دوناء 3 غندنا على سبابة مستوى ديال تاليوت وفضل الميتان ضائرة ديال الميتان إلا تحسنت ويعمر بحضل الميتان على سبيل الميتان للمشكلة للطرح غاز الميتان المرتبط بهذه الزراعات الأرز كنقترحول عليكم استخلال المعطيات الوتيقة رقم 3 نريد أن نقصوا من الغاز الميتان الذي يطرحون لنا الزراعات الأرز نحن في التغذية نحن بحاجة للروز ونقلوا من الغاز الميتان الذي يطرحون لنا الزراعات الأرز ونقصوا من الغاز الميتان المتعلقة ترجمة الوتيقة رقم 3 ونقصوا من الزراعات الأرز لنقصوا من الزراعات الزراعات الأرز يظهر النتائج تأثير الطريقة السقي على المبعات الغاز الميتان في حالة أولا قلنا أنه يغطي التربة بالماء وفي حالة أخرى قلنا أنه يغطي التربة وفي حالة أخرى قلنا أنه يغطي التربة سوف نرى المشكلة للغاز الميتان حسب الطريقة التي نسقي بها الروز عفون بعد قلنا الميتانوتروفي يمكن أن تحضير الميتان بكتيري الميتانوتروفي كم سورة كاربون الميتانوتروفي هي استهلاك الميتان قلنا استهلاك الميتان بوجود طبيعة الحال لتنائي الأكسجين يمكن من استعمال عفلياتها غاز الميتان على البكتيريات tenemos كما اسمها ميتانوتروفي شخص ميتانوتروفي ميتانوتروفي كما اسمها طريق التربة ميتانوتروفي ميتانوتروفي يعني تستهلك ويغطي الميتان كل هذه الميتان ويستعمل للغاز الميتان كمصدر للميطان الطاقة ديالو. وقالونا لفجور بي دو دوكومنت 3. برزنت لرزلتات دونيتود سر لبروديكشن دو ميتان ون برزنس ون أبسنس دو سي بكتيري. الشكل بي من الوثيقة الرقم ثلاثة يبين النتائج دي الدراسة دي الانتاج ولانبيعات دي الغاز دي الميتان في وجود هاد البكتيريات هادو. وفي الغياب ديل هاد البكتيريات اللي اسمي لهم البكتيري ميتانوتروف. البكتيريات التي تتغدى على الراز الميتان. وعطاننا بس أن الخامس. نعمل ابتدام مناسبة للمشاهد ونبضى الناس للمشاهده. اليوم التجاريخ الميتان وقامنا بتدام التجاري حصول تحت دون مجلوجات قومتين لتجاري البكتيريات التي تصل لنا من زوجات خلية بحث أن المحصلا لهم في كل دراسة بحثة ان نجرة بخير لحلول أن نحضة من قبل ايضاً حول حقيقة نحن في المجرد الشقة أولاً تفير بخير انخارنا نتائج لسيطة من وجود كبير وانخارنا نتائج لسيطة من وجود مجرد نحن سمجد كبير مثل لوجود أ أنظر حتيت العظيم عن ايضاً غير مهان ميكرو مول بار متر كاري في جوش ديال لكا ديال انسول سبمرجي واحد تربة اللي مغطيها بالماء مغطيها بالماء مفوم وفي الحالة التانية ديال انسول دغيني بوي اغيقي واحد تربة اللي ناشفة ومن بعد كنسقيها مفوم هذا كي يبني ان يتم جميع مرحيل الفوك نشوفها الوزارة كي يبني اي واحد فرق اللي كبير الكيمية الغاز الميتان اللي كاتتطرح الحاليها هاد التربة اللي مغطيها بالمكامل فتقريبا تقريبا 1.700 ميكرو مول بار متر كاري جات هنا هنا في النص دينا بين 600 مم و بالتالي 700 ميكرو مول لرب متر كاري ديالالغاز ديال الميتان اللي كيتطرح ديالها في هاد التربة اللي كتكون مغطيها بالماء ماملة بينما التورب اللي كتكون ناها شفا وإحنا كنسقيو هاداك الروز اللي فيها الكيمية ديال غاز ديال الميتان اللي كتم تطرح ديالها تتقريبا واحد مية مية وخمسين ميكرو مول بار متر كاري مفوم هذا بنسبة لفقورة هاني درت موقعنا نساليح بنسبة لفقورة باش نو كتش متلية كتش متلية امام شوز لكيميسيان ديال الميتان십 أشكات، الميكرو مول كاري وخمسين طاعة Development الطòng Kum ديال حالات،ن ديال حالات عما ولكن ميها وثان Click map اشكاتIDE باش quelle بير تتروز إلى الميتان Z circle اشكتب في الحالة بالحاضب اللي كتش متنوتر التي تتأخذ ط the lock بأريز الميتان في الغيابة البكتيريات التي تغدع الغاز الميتان. في الحالة الأولى في الغيابة البكتيرية الميتانوتروفة تقريباً تقريباً كونستانة. بالتالي الإميسيون دي سياشكات طرح و الإنبيعات الغاز الميتان تابت في حد القيمة تقريباً هنا نص من صف و ربعمية. بالتالي ستكون ميتين ميكرو مول بار متر كاري. المبيعات الغاز الميتان تابت في الحالة لكي يكون لدي هذه البكتيريات الميتانوتروفة. بينما في الحالة الثانية التي هي في غياب هذه البكتيريات الميتانوتروفة. كيف هي الإميسيون دي سياشكات طبيعة الحال تزاد مع الزياد دي الوقت. نتقلت لي في الدبار في البداية دي الهات الجريبة هذي من 200 ميكرو مول بار متر كاري من 200 ميكرو مول بار متر كاري حتى النهاية دي الاجريبة تحصل لك دي تقريباً 1000-1300-1400 ميكرو مول تقريباً دي الكمية دي الغاز الميتان اللي كيتم تطرح ديالها. هنا بالمقارنة بطبيعة الحال هنا لوجيك هاد شي هذا. هنا كانوا عندي هاد البكتيريات اللي هما متانوتخوف كيتغدهوا على هاد غاز دي الميتان. هنا ما كانوش عندي هاد البكتيريات اللي تتغدهوا على غاز الميتان ولا اللي كيستهلكوا هاد غاز دي الميتان. ما كانوش عندي غاز الميتان بشكل كبير. لان احنا هنا كان درسوه تشيهدف منتقالي كان زرعو فيها الروز. بطبيعة الحال منتقالي كان زرعو فيها الروز شفنا انهو كيكون فيها طلح لانبيعات ديال هاد الغاز دي الميتان بشكل كبير. لان شاق الاول من المقارنة لكو بارزان شاق الاول لواء كنت مع ذلك الروز لان فيها الروز. دي الميتان بشكل كبير الغاز الميطان يكون جد كبير 700 ميكرو مول ممتر كاريك المشفين هنا مقارنة مع هذا الصول دريني بو إيريجا الذي كانت تقريبا 100 ميكرو مول ممتر كاريك و بالنسبة للمنحنة الثانية الميبيان الثانية التي نقارنها في غير بي قلنا في حضرة هذه الباكتيري كانت عندي المنحنة أش كان المنحنة تابت و بالتالي الانبيعات الغاز الميتان كانت تابت في حضرة القيمة ستحلنا 200 ميكرو مول ممتر كاريك لكن في حالة الغياب الباكتيريات الميتانوطروف شنو قلنا؟ قلنا في الانبيعات الغاز الميتان يتزاد أغمانت يتزاد طريقة الحل مع الوقت و الوطن قلنا انتقلنا من 200 ميكرو مول ممتر كاريك إلى تقريبا 1600-1500 ميكرو مول ممتر كاريك في النهاية أو خلال اليوم الثاني. بالنسبة للشق الثاني في السؤال الثاني قالوا أننا أعطيني حلول. بربوزي جوج دي الحلول. دو سوليسيون جوج دي الحلول. لذلك هنا في الحلول ما نقلل نحن بالنسبة لكي نقلل نبيعات الغاز الميتان في المناطق اللي كنزرع فيها هذا الأرز هذا. نقلل الأول حاجة نحاول أننا نزرع هذا الأرز في واحد تورب اللي كتكون دغيني ناجفة. يقوم نحفة بو إراجي. هذه هي الأول. تاني حاجة نحاول أننا هذه البلاسة اللي كنزرع فيها الروز، نحن نضيفو له بقتيري ميتانوتروف. نحن نجيب شح لمن الرائس داك شلي عطاوه اللي يغرطو لهم. بالفوم داك شلي عطاوه اللي يغرطو لهم. ننسبة لدو سوالي يكون لدي دريناج بو إراجيشن للسول للغيزياء. نحاول نشفه دماذا عاد نبقاه نسقيه هذا الروز ديالنا ومن بعد نضيفه إضافة البكتيريات التي تستهلك غاز الميطان في الحقول اللي نزرع فيها الأرز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته